الحبس لمسؤول بوزارة الأوقاف بالرباط زور تنازلا قيمته 15 مليونا استعمل في السطو على عقارين أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط الاثنين الماضي مسؤولا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسنتين حبسا نافذا بعدما تبين تزويره تنازلا باسم الوزارة تضمن 15 مليونا كما قضت الغرفة بغرامة 5000 درام لفائدة خزينة الدولة وحسب يومية الصباح التي نشرت الخبر فقد اقتنعت المحكمة أن التنازل الذي منح الموظف لمتهم بالسطو على عقارين في ملكية أحباس مسجد المنار يحمل بيانات غير صحيحة حصل بها المستفيد من الوثيقة المزورة على الصراح المؤقت قبل أن تثار النازلة ويحال الملف على الوكيل العام للملك بالرباط بعدما اكتسب صبغة جنائية مالية وكيفت قاضية التحقيق بالغرفة الخاصة الجريمة ضد الموظف إلى جنايتي التزوير في محرر عمومي واختلاس أموال طبقا للفصلين 241 و254 من القانون الجنائي وأثناء عرض المسؤول بنظارة الأوقاف على هيئة المحكمة نفع علمه بالتنازل المزور ودافع عن نفسه من جرائم المتابعة فيما اعتبرت النيابة العامة أنه الفاعل في الجريمة وبعد اختلاء الهيئة القضائية أدانت بالحبس النافذ وتفجرت الفضيحة داخل مكتب قاضي للتحقيق حينما كان يستنطق المتابعين في السطو على العقارين اتكلف العدل بتفويتهما واتصل به نزيل بالسجن المحلي للمدينة يتابع إلى جانب خمسة آخرين في حالة صراح ضمنهم مالك شركة عقارية طالبا من تدبر الحصول على تنازل من الأوقاف فربط العدل الاتصال بموظف بنظارة الأوقاف بعاصمة البغاز بحكم العلاقة التي تربطه به ودراستهما معا بكلية أصول الدين بتطوان والسمع الوكيل العام للملك بطنجة إلى العدل في إطار الامتياز القضائي الذي يتمتع به فيما جرى الاستماع إلى موظف الأوقاف من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية وأكد العدل أن الموظف وعده بالتدخل لفائدة النزيل قصد الحصول على تنازل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما رافق الظنين زوجة الموقوف إلى مقر وزارة الأوقاف بالرباط من أجل توفير التنازل مضيفا أنه تسلم من خمسة عشر مليونا للحصول على وثيقة التنازل قبل أن تثار فضيحة الوثيقة المزورة مشيرا إلى أن طالب التحفيظ الذي أفرج عنه بموجب التنازل المزور اتصل مرة أخرى برئيس قسم المنازعات بنظارة الأوقاف بطنجة وللحيلولة دون إثارة الانتباه طلب الموظف من شقيق المتابع في حالة صراح توفير عشرة ملايين سنتيم نقدا بحجة أن الوزارة لا تقبل الشيكات وأوضح العدل أنه بمجرد الحصول على الوثيقة سلما لمحام الظنين قصد الإدلاء بها إلى قاضي التحقيق وبعدها تفجرت الفضيحة فاستدعى القاضي ناظر الأوقاف للاطلاع على التنازل فتأكد له أنه مزور وغير صادر عن مصلحته وأن الرقم الترتيبي الذي يحمله التنازل غير صحيح إذ كان الترتيب الحقيقي في تاريخ التزوير غير ذلك هذه حادثة وقضية تشير إلى ما قد تتعرض له وأوقاف المسلمين التي جعلت للمصالح الدينية وجعلت لأهداف وأغراض تخدم الدين وأهله وأنه من الممكن أن يتم التلعب بها من طرف مسؤولين لا يخافون الله وقد يزورون الأوراق ويفوتون العقارات عقارات المسلمين التي أوقاف لآبائهم وأجدادهم إلى أشياء أخرى ليست كما تم إيقافوا لها وإلى تضيع المسلمين فيها إلى خبر آخر دمتم في رعاية إلا وحفظ متابعي ومشاهدي قناة رحلة تيفي ترجمة نانسي قنقر